موسيقى مشاهدين الفترة طويلة جدا كان القانون المصري في بعض المواد اللي بتمتهن حقوق المواطن المصري وكرمته دلوقتي وزارة العدل وقدرت التشريع بوزارة العدل أقروا قوانين جديدة يعني بتمنح حقوق للمواطن المصري يعني تتيح لي ان هو يستعيد كرمته مرة أخرى هيكون معنا النهاردة المستشار أشرف الدوضة ورئيس منظمة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان وهنتكلم عن القوانين الجديدة لحقوق الإنسان سباح الخير أهلا بيكي فالنسوا الخير زي ما تكلمنا في البداية زمان كانت القوانين بتمتهن كرامة وحقوق المواطن بشكل عام دلوقتي عايزين نعرف من حضرتك إيه اللي كان بيحصل قبل ما القوانين دي تتغير كان بيمدهن حقوق المواطن احنا عرفين أنه قانون العقوبات وقانون الإجراءات وقوانين عموما بتتوضع عشان يكون هناك تسيير لأمور الناس تسيير أمور الناس بشكل قانوني يعني محدش يعتدي على حقوق الآخرين أنا حر ما لم أدر ونفس الشيء بالنسبة للدولة وعلاقة الدولة بالفرد وعلاقة كل فرد بفرده يبقى ده مهم جدا أنه نقوم يعني كل واحد يبقى عارف الحقوق اللي ليه واللي عليه الله يبقى عارف اللي له واللي عليه اللي له واللي عليه من خلال قانون إشكالياتنا في عمليات تطبيق القانون دي كانت موجودة بالإضافة لأنه قوانين كتير قعدت وقت طويل من الزمن فكان مثلا يتحكم فيها بالغرامة فالناس تقول يعني أخرها إيه أخرها غرامة مش مشكلة آه زي أنه يكسر إشارة إشارة أي حاجة من الحاجات اللي احنا عارفينها دي بالإضافة أي موضوعات كتير مرتبطة حتى بجرائم يمكن المادة 98 مثلا من قانون العقوبات القديم قبل التعديل المطروح دلوقتي كان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مئة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قابلة مباشرة أو بالوسطى بأي طريقة أموال أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخله اللي حصل أنه التعديل اللي تم تعديل مختلف ليه لأنه عظم من العقوبة ما بقيتش العقوبة خمس سنين لا لا بقى أكتر وكمان ما بقيتش الغرامة من مئة جنيه لألف جنيه وبالتالي دي واحدة من الحاجات يمكن أهم نصين إحنا بنركز عليهم في مجال حقوق الإنسان بالذات النص الخاص بالمادة 280 من قانون العقوبات والمادة 290 إعلقتهم بالموضوع ده 280 كانت بتنص على أنه كل ما انقبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك يعني القاضي وفي غير الأحوال اللي فيها القوانين واللواح يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه يعني اللي يقض على حد من غير إذن بيعاقب بالحبس بالحبس أو أو الغرامة ده في القانون قبل كده طب إيه اللي موجود دلوقتي لا أصبحت بعد المكانة جنحة تحولت لجناية ما بقيتش جنحة بقى لا بقيت جناية وبالتالي ارتفع فيها سقف الحبس يعني أي حد هيقض على حد دلوقتي لازم يقوم تأكد وعنده أمر إن هو يقض عليه لأنه هنا في حتة مهمة جدا إحنا دايبا بندفع عن الحتة دي في القانون جزء مرتبط بأنه الشخص إذا تم القبض عليه خارج منظومة القانون بيقعد تحت إيه؟ بيقعد تحت ممكن يتعذب تمتهى انقرامته يختفي قصريا إحنا عارفين إن حالات الاختفاء القصري مثلا في العالم ما بلا فيه أشخاص بتختفي فعلا ما يبقاش عارفين هم فين بالضبط كده الاختفاء القصري ده اتعمل له اتفاقية في الأمم المتحدة وقبل الاتفاقية تعمل له إعلان وكمان فيه اتفاقية للأمم المتحدة خاصة بالتعذيب كمان وبالتالي منهضة التعذيب أو خاصة بموضوع الاختفاء القصري دي بتخلينا إنه لابد من تجديد العقوبة عشان يبقى عارف إنه خلي بالك إذا امتهنت قرامة بني آدم أو مسيت بقرامته أو عزبته أو أخفيته بدون ما يكون هناك سنة قانوني لده أنت بتقع تحت طائلة القانون هتبقى دلوقتي كمان جنيه زي ما احنا بنشوف برا يعني في الخارج لما حتى بيقبضوا على حد بيقوم له عليه حقوقه الأول أب وهما بيقبضوا عليه ده ما بيحصلش عندنا صحيح يعني أول ما بيتم القبض عليه بيقولوا له حقوق الدستورية هي إيه حقوق الدستورية بمناسبة ما يدور الأرحى ولدنا موضوع الدستور وغير حقوق الدستورية واحد اثنين ثلاثة أربعة وبالتالي هو عارف يبقى أنت بتديله ما يسمى العلم طيب نجي للمادة مثلاً ميتين وتسين دي خاصة بجرائم الخطف بس الأول كانوا بيتكلموا عن خطف الأنسى وكانوا بيجيبوها بلفز المخطوفة في التعديل الجديد لا ما بقتش خاصة بالمخطوفة لا دا كمان فيها الرجل والمرأة والطفل وغيره وتغليز العقوبة إلى حكم المؤبد يبقى العقوبة غلزت إلى حكم المؤبد هي كانت إيه قبل كده كانت قبل كده السجن السجن لا الوقت بقت المؤبد يعني أو الحبس بقت المؤبد السجن المؤبد الحاجة التانية الأكتر منها كمان إلى أنه طب لو المخطوف ده تم اغتصابه لو المخطوفة تم اغتصابها يحصل إيه؟ يحكم بعقوبة الإعدام لو تم قتله الإعدام هو ده والقتل بقى يعاقب بعقوبة القتل العمد يبقى تم قتله يبقى عقوبة القتل العمد أو تم اغتصابها فهنا بيعاقب بقى الإعدام ودي ما فيش فيها عشان كده احنا بنقول أن التعديلات اللي طرقت في الفترة اللي فاتت على النصوص الخاصة بقانون العقوبات المصري مهمة جدا في مجال حقوق الإنسان المهم ليه؟ لأنه احنا في مصر مطالبين بأن احنا نقوم زي ما قمنا بالتصديق على بعض الاتفاقيات الدولية أن احنا كمان نصادق على بعض الاتفاقيات وننضم إلى بعض الاتفاقيات الدولية المعنية خاصة الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب والاتفاقية الخاصة كمان لاختفاء القصري مهم جدا أن احنا نقول أنه مش بس تشريعك يكون بينص على ده ودستورك بينص على ده ولكن كمان لاتفقيات الدولية تنضم لها فتصبح جزء من تشريعاتك الوطنية وهنا يبقى حماية دولية حماية إقليمية حماية وطنية محلية يمكن لو رجعنا مثلا لنص المادة 126 بيعاكب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان وذلك بإحداث إيزاء جسدي أو نفسي بقصد حمله أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو غيره على معلومات لمعاكبته وغيره هنا السجن أصبح سجن مشدد وبيحكم بالعقوبة إذا وصل الأمر إلى القتل بما يسمى بعقوبة القتل العمد يعني إذن إحنا في كل النصوص اللي تم تعديلها مؤخرا دي هي نصوص بترمي إلى حماية الإنسان بغض النظر وعدم امتهان قرمت بالضبط كده يمكن ده بيودينا نحية حاجة مهمة جدا كمان مهم إن إحنا نشير لها للمشاهد إنه في ظل وجود قضايا فساد وإحنا عايزين إن إحنا نكافح هذا الفساد اللي موجود في المجتمع طب هنكافحه إزاي؟ بالقوانين الموجودة لازم يحصل تعديلات طب وإحنا بنعمل التعديلات ليعمل إيه؟ نعمل ما يسمى بقانون حماية الشهود قانون حماية الشهود ده الكلمة ما حديد فيه ده قانون مهم جدا لأن فيه قضايا كثيرة جدا وحوادث كثيرة جدا الشاهد ما بيروحش يشهد في القضية لأنه هو بيخاف أحسن ممكن حد يتهمه أنه هو ممكن يكون من أعضاء مثلا اللي قاموا مثلا بالإعتداء على شخص أو إزاءه أو يتم إزاءه أو إزاء حد من أسرته زوجته أولاده أبوه أمه أي حد وبالتالي عشان نفهم المشاهد الفكرة الخاصة بقانون حماية الشهود اسمه قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا والمرتكب التال يعني ده بيشجع أي حد أنه هو يشوف جريمة بتحصل أنه يروح يشهد فعلا في القضية من غير خوف القانون ده بيدي إيه؟ بيدي حماية لهذا الشخص بأنه اسمه يتغير الرقم القوم يبتاعه آه طبعا أنه نجد له مكان بعيد عن المكان اللي موجود فيه الجريمة الأصلية وفي منأة بعيد عنها وفي مكان سري ويكون كل المعلومات الخاصة به وبأسرته سرية أنا هحكي لحضرتك حكاية حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات كان فيه واحد اسمه بربوزة وده واحد من اللي كانوا منتمين لمافيا في الولايات المتحدة الأمريكية حبوا أنه هم يعني التم الأبضى عليه في قضية عادية هو واتنين معاه فدفع اتنين دفعوا الغرامة وخرجوا واحد ما دفعش هو بربوزة ده اللي ما دفعش الاتنين اللي خرجوا تقتلوا فهنا بربوزة قال لك أنا لو خرجت كنت اتقتلت ولو خرجت دلوقتي هتقتل برضو طب أعمل إيه؟ بدأ يعمل صفقة مع الدولة مع الحكومة أما بدأ يعمل صفقة مع الشرطة الفيدرالية قالوا لهم احموني واحموا ولادي واحموا زوجتي واحموا أسرتي وأنا هقول لكم كل المعلومات تتخيالي ترتب على هذه المعلومات إيه؟ ترتب عليها أنه تم تفكيك هذه المافيا بالكامل وتم القبضة على رئيس المافيا وكل الأعضاء الموجودين في المافيا وتم محاكمتهم وتحطوا كلهم في السجن ده نيجي بقى بيلي القانون اللي حضرتك كنت بتقولي عليه إن ممكن لو كان فيه مثلاً حد مثلاً عضو في عصابة وبقى خلاص يعني تاب مثلاً وقادل ببعض المعلومات للدولة إن هو يعني ما يتحسبش على اللي هو عمله ده اللي هو اللص التائب بالظبط كده المرتكب التائب اللي هو واحد من اللي قاموا بالجريمة بالفعل لكن ضمره صحي بقى عنده معلومات عايز يحمي نفسه قادل بمعلومات مهمة مش أي معلومات كمان مهمة إذا هذه المعلومات قدت إلى القبضة على عناصر جديدة قدت إلى معرفة الأموال المهربة فين البنوك الموجودة فيها فين إيه كل الأمور دي وقدرنا إن إحنا نمسك الشبكة كلها وكان لها دور مهمة في القضية هذا المرتكب التائب يتم تخفيف العقوبة عنه وحمايته وحمايته الله حلوة دي وحمايته لأنه هو ده الأصل في الحكاية إنه يبقى له حماية زي حماية الشاهد وحماية الضحية والببلغ والخبراء عشان كده بربوزة عمل إيه لما قدل بهذه المعلومات وتم تفكيك ده خدوا بربوزة وودوا في ولاية نائية في الولايات المتحدة الأمريكية غيروا له اسمه واسم زوجته وأولاده وأوجدوا له سكن لأنه كده نقلوا من مكان لمكان فأصبح طيب وأوجدوا له عمل وأصبح موجود في هذا المكان لفترة من الزمن وبعد ده بالضبط أحد المحامين تقدم إلى وزير العدل في الولايات المتحدة الأمريكية بطلب لأن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية قانونا لحماية أمن الشهود يعني ما يبقاش الموضوع مبني على فكرة أنا عند الشاهد فتعالوا نعمله حماية بسرعة لا يبقى فيه قانون لحماية أمن الشهود وعشان كده في السبعينات صدر قانون لحماية أمن الشهود في الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ في كتير من دول العالم يتعامل حماية لأمن الشهود وأعتقد أنه دلوقتي بتعكف دولة الإمارات العربية المتحدة لإصدار قانون لحماية أمن الشهود كمان فيبقى مصر بيتعامل فيها قانون والإمارات بيتعامل فيها قانون وفي دول كتير في الدول العربية عندها قانون لحماية أمن الشهود حتى لو ما كانش عندها قانون الوحده لكن عندهم نصوص موجودة داخل القوانين لحماية المشهد بس هناك كثير ممكن تقولك برضو أنا هشهد في قضية هغير اسمي وغير مكان سكني وههرب بولادي ما برضو ممكن بعض الناس إن هي ما تروحش تشهر عشان كده بيقولوا إيه في الحتة دي إنه بيبقى فيه بروتوكولات تعاون ما بين الدول المختلفة ممكن مثلا الدول اللي هم أعضاء في الاتفاقية الدولية يقوم مصر عاملة مثلا بروتوكول مع إيطاليا مثلا فتعوز إن هي تاخد هذا الشخص لو خدته من مصر وودته إيطاليا أكيد هيشهد طبعا يعني يعني لو خدته لو هو معندوش شغله ومعندوش بيته مش عارف يصرف على ولاده يبقى هيش هتفاقية قدية فناخده بقى كده وناخده نوديه على ممكن ودي إيطاليا لو فيه اتفاقية لو الإمارات فيه اتفاقية تعاون كده هيروح بسرعة جدا وبالتالي مهم جدا إنه نقول إن الموضوع مش مرتبط بفكرة إن أنا نقله من محافظة لمحافظة لكن مرتبط بفكرة إن أنا أمنه ويكون عنده أكله شربه ويكون عنده عمل ويكون عنده أولاده بيشتغل ويكون عنده فطبع حياته هتطلع خلزغر اسمه اسم عائلته أمني فيش عائلته أمني فيش عائلته أمني فيش فتبقى أي مشكلة عشان كده ده مهم جدا إنه نحن نحطه بإنه القوانين اللي بيتم تعديلها الآن أنا بعتبرها من أهم الإيجابيات في مجال حقوق الإنسان في مصر وإحنا بنطمح للمزيد بنطمح لتعديلات وكمان بنطمح لعملية التطبيق نفسها يعني المواطن يعني مش شرط بس إن أنا حط القانون لأنا أبدأ أطبق القانون أقول لحضرتك على حياتك إحنا مش دلوقتي فيه تشديد للعقوبة الخاصة بسير عكس الاتجاه ومع ذلك لسه فيه عربيات والتوكتوك والدنيا كلها ماشي عكس الاتجاه ومطلعين عينين وبالتالي مش مهم إني أصدر قانون لكن مهم إني أطبق هذا القانون إذا طبقت هذا القانون الناس كلها ترتاح لأنه عارفة يمكن نجي في موضوع المظاهرات مثلا لما بنلاقي الناس بتتظاهر حق تظاهر حق مكفول لكن لو عطلت بيه الشأن العام يعني جيت في الشارع كده وقمت قاطع شارع أو عطلت طريق القطر عشان القطر ما يمشيش أو عطلت طريق عمومي أو عمل ده جريمة صح أنت حر في نطاق القانون إلا أنت أدر بالظبط كده في نطاق القانون طب لو أنت بقى تعدد ده وعطلت الشأن العام أصبح فيه عربية إسعاف مش عارفة تروح بمريض لمستشفى أصبح عربية مطافية ناس متعطلة عايزة تسافر ومترش تروح شغلها في أنت حرف ده في كل الأوقات لكن في ريطاق القانون ده لازم بقى الناس فعلا تفهم إزاي يعني حقوقها فعلا وواجبتها عشان كده مرحلة إزاي تقوم بمظاهر يعني أنهما لو عايزين يعملوا مظاهر يعرفوا برضو شرطها بالظبط عايزة أقول حتة مهمة جدا أنه إحنا عايزين نطبق قوانين مرحلة العدالة الانتقالية أو المرحلة الانتقالية المرحلة الانتقالية ما بعد الثورات بتاخد عدد من السنين ما بتبقاش عدد من الشهور ولا لا بتاخد سنين محتاجين أنه أول مبدأ من المبادئ المهمة اللي تكون موجودة وهي مبدأ حاكم أساسي مبدأ سيادة القانون طيب إزاي نعمل مبدأ سيادة القانون؟ إزاي؟ هو ده المهم الأمم المتحدة قالت إيه؟ قالت أنه أول حاجة أن أعمل تعديلات في التشريعات بتاعتي نمر اتنين أني أقوم بتدريب الجهات المعنية بإنفاذ القانون إيه الجهات المعنية بإنفاذ القانون؟ إيه المصطلح الغريب ده؟ يعني القضاء والنيابة والشرط هي جهات إنفاذ القانون أدربهم على تنفيذ القوانين؟ الله هو ده يبقى أنا عملت التشريع الأول عدلت قوانيني وتشريعاتي يعني أنا مش مهم إن أنا أعمل تعديلات في قانون العقوبات وقانون الإجراءات واسكت على كتب أو إن أنا أطلع قانون لحماية أمن الشهود وخلاص لكن لازم يتم تدريب القضاء وكلاء النيابة النيابة كلها بدرجاتها المختلفة بالإضافة للشرطة على إزاي إنه هو يطبق هذا القانون وإليه يبقى ما عملناش حاجة طب ده وبس لا كمان إنه لازم يكون عندي إنفاذ للقانون يعني لو أنا دربتهم وعندي تشريعات أنا قمت بتعديلها وما فيش عندي إنفاذ للقانوني بعملنا حاجة لا أطلع ما عملناش حاجة طيب نمرة ثلاثة نمرة أربعة دعم الضحايا دعم الضحايا لكل جريمة ضحايا فلابد من أن يكون هناك دعم لهؤلاء الضحايا ما بين كسين ممكن يكونوا شهداء صورة ممكن يكونوا ضحايا جرائم معينة بعينها ممكن يكون كل ده طب خامس حاجة وهي الأخيرة أن يكون هناك تعاون ما بين الدولة وما بين المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة التي قامت الدولة بالتصديق أو الانضمام لها فأصبحت جزء من تشريعات الخمس حاجات دول إذا أنا نفستهم يبقى أنا ماشي في نطاق مبدأ سيادة القانون وبقوة وتفتكر حريك أننا هننفذهم إن شاء الله والله إحنا ماشيين تاتا تاتا دلوقتي إلا إحنا عارفين أنه بالأمس حصل تعديل أو حصل مجموعة من التغييرات في وزارة الداخلية فأصبح فيه مساعد لوزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وأنا باعتبرها من الحاجات المهمة جدا خطوة رائعة وفعلا إن شاء الله يعني بعد ما شرعنا القوانين إن شاء الله نبدأ في تنفيذها وعموم الحديث تشرفتنا النهاردة وفي البرنامج يعني كلام جميل ويا رب إن شاء الله يتنفذ حاجات اللي حديث تكلمت معنا فيها شكرا نفاني شكرا مرسي مستشار أشرف الدودع رئيس مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان نورتنا في نهارك سعيد أنا اللي متشكنا شكرا مشاهدينا كده من خلصة فقرتنا باسترسم كاملين معكم بأي فقرات نهارك سعيد شكرا